رغبتي وأملي في إبقاء أختي على قيد الحياة كان مصدر إلهام لشو أنا اليوم مرض أختي كان خبيث ونادر مثل ما قلت وكان خبيث لدرجة أنه يقتل في ظرف أسابيع قليلة ولكن مايجوغا ريم مش بس قدرت تعيش أكتر من سنة وإنما قدرت كمان تنجب بنت كانت ريم أختي على يقين تان أنه اختيارها بحفاظ جنينها قد يحد من فرصتها بالبقاء على قيد الحياة لأنه توجبت أنه تتفادى العلاج الكيماوي لحتى مضر طفلتها التزمت وحترمت قرارها فالشجاعة مرة أخرى كانت في الموعد لكل مننا نفسي أنا وأختي مرضها خلاني أحس بالمسؤولية أنه لازم أساعد أختي تبقى إيجابية متحمسة لتكافح مرضها بديت أدرس كوتشينج حتى أساعد أختي أنها تتغلب على ما أخاوفها أختي توفت من كم شهر ومع وفاتها اكتشفت أنه فيني أساعد ناس كتير حصلت على أعلى ماسترز تأهلني لأساعد الناس لتغير حياتها اليوم أنا مدربة لطاقة الحياة لكن الشجاعة تعلمتها من أمي باندي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة